اشتركوا في القناة بطلب الرصيد ايه بقى عبادة طلب الرصيد في ناس كتيرة هموهم في الهبادة وخاصة بيظهر اوه في نهار رمضان وفي رمضان وفي قيام رمضان وفي كل العبادات اللي بتكون في رمضان بيبقى هموهم ان يوم ما يجمعوا حسنات بس وهو داخل العبادة لا يقصد غير هذا هو داخل رمضان وهو مسك المصحف هو بيقرأ القرآن هو بيعمل ده هدف وهدف واحد فقط هو ان هو يبقى عنده لي رصيد عند الله المعنى هنا خطورته بيتمثل ان هو بيفرغ العبادة من مقصودها اللي ربنا شرعه من اجله فربنا شرع العبادة من اجل الوصل من اجل ان اظل قلبي متعلق بالله ولذلك السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق بالمساجن يعني قلبه معلق بالله المسألة ان الصلاة جاي عشان نتعلق بالله حتى الصوم جاي عشان اتعلق بالله والدليل على ذلك ان حضرة النبي فيما روى عن رب العزة فانه لي يعني المقصود من الصوم هو ان اتخلى عن الطعام والشرب واعرف انني لا استطيع ان اتخلى عن مولاي لا استطيع ان احيا بغير مولاي هو هذا هو المقصد من الصيام المقصد من الصيام ان احتمي بالله ان اكتفي بالله ان لا يكون لي الا الله فربنا سبحانه وتعالى عشان كده لما الواحد ممكن تفصل لي اشياء كثيرة جدا في الحياة ولا يفهمها ان هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطي على عمل قليل حسنات كثيرة جدا لان العبد احدث تغييرا في قلبي قلبه تعلق بالله واحنا عارفين ان المرأة الغانية التي سقط الكلبة فغفر الله لها ففكرة انك تدخل العبادة لاجل الحسنات وهي الحسنات على فكرة ما تسميتش حسنات زي ما قلنا الا لتجل الله عليها بالجمال دي فكرة ممكن تقتل في العبد حلوة العبادة ان هو يكون قاصد الحسنات ويحس ان هو فقط اللي بقيله من العبادة ارقام لكن اللي مفروض يبقى في العبادة هو الوصال والافتقار حتى تشرق الانوار لكن لو العبد دخل بدا هتجد ناس كتيرة جدا 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 ربنا يدعوها اليه هي حسة ان هي بدل ملهاش رصيد يبقى ملهاش مكان في حضرة مولانا وهذا خطر الانسان لما يحس ان هو ما عندوش رصيد يحس ان هو ما ينفعش يبقى في حضرة مولانا وما يصحش ان يبقى صيامه مكتوب عليه فانه لي ويحس ان هو ما لوش مكان في حضرة مولانا ولذلك عبادة الافتقار وسلام الافتقار يحصل لكل الناس كل الناس ما عندهمش غير الله كل الناس ولذلك سيدنا ابو بكر بيقول لو احدى قدميا في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله يعني ايه ليس لي الا الله انا فقير الى الله لن يدخل احد الجنة بعمله ويمكن انا قلت لحضراتكم قبل كده ان العبادات ليست طلبا للرصيد